موسيقى صرح مصدر سعودي أن حكومة المملكة العربية السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر مع خيوط الفجر الأولى استفاق مواطن دول الخليج على وقع أنباء قطع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لعلاقاتها مع دولة قطر وغلق الحدود البرية ووقف حركة الطيران معها في خطوة تصعيدية جاءت بعد مرور أيام على الحرب الإعلامية التي اشتعلت بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى الحرب التي بدأت بين الطرفين في عقاب انتهاء القمة الإسلامية الأمريكية التي ترأسها دونالد ترامب الرياض كشفت هشاشة مجلس التعاون الخليجي وحجم الخلافات التي تعصف بين أعضائه فهذا المجلس يبدو اليوم منقسما بشكل واضح فالكويت وعمال لم تحذوا حذوة سعودية في قطع العلاقات مع قطر كما وأن هذا الإجراء لم يقتصر على السلطات القطرية بل شمل المواطنين القطريين الذين أعطوا مهلة أسبوعين لمغادرة الدول الثلاث مع حظر دخولهم إليها وكشف هذا الإجراء الثلاثي كذلك عن حجم الخلافات المتراكمة بين مشايخ دول الخليج والتي تتمحور حول النزاعات الحدودية ومحورها السعودية مع جميع دول مجلس التعاون وتطفو هذه الخلافات بين الحين والآخر بينها وحتى التحالف الثلاثي القائم بين البحرين والسعودية والإمارات فيبدو هشا وتمليه المصالح الآنية وقد ظهرت أولى علامات التصدع فيه عبر الخلاف الإمارات السعودية حول اليمن وفي هذا الخضام تتربص السعودية وتحت درائع شتى للانقضاض على دول الخليج وابتلاعها وخاصة البحرين وقطر ويبدو إجراء اليوم خطوة في هذا الطريق وكما عبر عن ذلك أمين عام مجموع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي